اشتركوا في القناة صورة حلوة عن الخط العربي وبعض التوضيحات للناس بشكرك يعني مثل ما قلنا قبل الخط العربي هو جميل بحد ذاته وهو جزء من اصولنا ومنفتخر فيه اكيد حضرتك كخطات واقتصاصة خبرنا اكتر عن اهمية الخط العربي نعم اول شي الخط العربي هو فن قديم جدا حتى يقال انه 150 سنة قبل الميلاد كان موجود بسبق وهيدي طبعا كله احتمالات وانه اتطورت الخطوط مع الوقت بالعالم العربي لصار فيه انواع من الخطوط اهميته انه الكتابة بشكل متقن كتابة الكلمات بشكل جميل ومقبول بنشوف الحروف ببعض الخطوط عم ترقص بنشوف الخطوط ببعض انواع الخطوط فيها هيك مثل شي جدي كتير لبعض الكتابات ممكن تكون دينية او غير دينية ففيه انواع كتير من الخطوط وكل خط منهم بيلبق لنوع معين من التعبير اذا بديك نعم يعني بتعرف اليوم مع الثورة التكنولوجية والتطور ودخول لغاية متعددة اديه بتحس حضرتك فيه اقبال على الكتابة العربية وين اكتر شي عم نشوفه نعم هلا شوفي ما اعترض التطور الرقمي ما خلى الخط العربي يختفي بالعكس هو واكب هيدا الخط بس انا بشوف بعدني انه القصبة اللي بنكتب فيها هي احلى شي ممكن يكون القصبة تحديدا حتى الام الحديد انا بحطه درجة تانية فبحب الطريقة التقليدية القديمة جدا حتى الحبر اللي كان يتصنع يدويا بفضله على الحبر العادي اللي موجود اليوم لانه بيقي اكتر حتى اليوم بالايباد وبالتطبيقات اللي موجودة صار فيه خط عربي على الايباد ممكن نعمل فيه كتير اشياء حلوة مثل نفس الخط العربي بالريشي او بالقصب العادي ولكن انا بالنسبة لي اكيد اكيد بفضل القصب والتكنولوجيا ما محت هيدا الفن ابدا بالعكس حاولة تتواكبه والخط العربي الحقيقي اللي بعده على ورق مقهر قديم منسميه مقهر يعني معالج بعده له اهميته والناس بعده بتطلبه متل ما هو مكتوب بخط اليد النسخة الاولى حلو يعني وين ممكن اكتر شي نكون عم نشوفه او نستعمله نعم اكتر شي عم نشوفه اليوم بوين مكان اكتر شي بالبيوت بالاولو نشوفه اليوم يكون عليهم خط عربي بالصواني طبعا الضيافة عم بيكون مكتوب عليهم خط عربي بالفنجين القهوة بكبيات الأكواب يعني مشوفية شاي أو كذا عم بيكون عليهم مكتوب خط عربي وعم تطلب بشكل كتير كبير عم بيكون عليها أقبال رائع يعني حتى على جداريات المدينة أنا عايش بالإمارات عم بشوفي كتير بجداريات المدينة مكتوبة بالخط العربي بخط معين اسمه الخط السنبولي تحديدا وعم بيكون في لوحات مصنوعة من حروف بس مش من كتابات وكمان عليها كتير أقبال وعم تباع بأسعار غالية جدا وقليل وجودة ومطلوبة جدا حتى في مبنى بدبي اليوم هو أجمل مبنى بالعالم يسمى مكتوب كله مكتوب من الألمينيوم وبالخط العربي من برا أخذ شغل كتير كبير يصنف كأجمل مبنى في العالم مكتوب عليه أشياء بالخط الثلث كتير حاجة نعم هو في أنواع يعني أستاذ محمود للخط العربي طبعا في أنواع كتير من الخط العربي المتعارف عليه اللي نحن بنعرفه الخط الرقعة اللي كانوا يعلمون إياه بالمدارس قديما واليوم بتحولوا نوعا ما ببعض المدارس على خط النسخ هو دي أوضح شيء للقراءة فموجودين بالمدارس وبيكتب الخط بالمدارس بس للأسف صار مش موجود هيدا شيء كان موجود حتى طريقة هلا بنحكي عنه بعد شوية إن شاء الله بالآخر كيف ممكن نرجع نحيي هيدا التراث وأنا يمكن حضوري اليوم بسبب هيدا النقطة بالتحديد كيف ممكن نحيي هيدا التراث بالمدارس بس بالطريقة الصحيحة لأن دفتر الخط مش كافي إنه نعلم لهذا الخط معك حقا منشوف كتير الخط العربي منشوفه كمان على السجدات بالعرض على الجدارات ومنشوفه كمان هلأ منحس بهذا الظاهر أكتر وأكتر بالأكسسورات مزبوط كنت في خبرك أنا نسير يعني بالعقودة بالأخواتي مكتير الأحرف عم بتكون مكتوبة كمان بطريقة غريبة عندي نحنا منشوفه تخبرك قصة الطريقة الغريبة هي مرات بكل فن هو فن وحلو ما في شيء بس مرات فيه إبداع الإبداع هو إنه يخلي الميولات طبع الحرف تكون مختلفة لطاعة صورة أجمل يعني مؤثرة أكتر أو تكون مش مفهومة مش واضحة لحتى الشخص يفكر فيها شوي لأنه الغموض مرات بيكون مطلوب عند الناس فهيدا الإبداع بميولات الحروف عم يعطي نتيجة كتير حلوة بالنسبة للمتلقي وبالنسبة للشخص اللي عم يشتري التعليق أو الأسوار أو العائد خاصة يعني إذا كانت الأسماء عربية بامتياز إذا بدنا نقول صح أستاذ محمود شو هي الأدوات يعني اللي ممكن نستعملها بالخط العربي كتير مياح أنا بهمني هون وقف شوي وخبر الناس إنه الخط العربي لا يكتب بالألم العادي هيدا أول شيء فإذا منرجع للفكرة اللي حكيتي لي عنها بالأول أنه بالمدارس كان دفتر الخط العربي مكتوب بالخط الرقع ولكن التلميذ عم بيحاول يكتبوا بالألم العادي هيدا الشيء ما بيصير لازم الخط يكون مكتوب بألم خاص اللي هو الأصب اللي مقصوص بطريقة خاصة الأصب اللي هو هيدا نعم رح نشوف هلأ هالأدوات اللي جايب لنا ياهما مثلا نعم هيدا الأصب الأندونيسي لونه بيني بيجي غريب عن أصبنا شوي وبيكتب مثل الألم العادي نعم لما نغطسه بالحضر هيدا كمان ألم هو مش أصب هو نوع من الخشب الأندونيسي اسمه جاوة هيدا اسمه الهندام أول واحد اللي شفناه اسمه جاوة كتير آسي كمان منقصه بطريقة معينة ومنركبه بالأصب بنلزقه فيها لأنه آسي بيكتب كتاب كامل من دون ما ينكسر حلو بس أكيد طريقة الكتابة فيهم غير يمكن اللي نحنا نستعملنا على الشطب طبع الألم خلينا ناخد ألم مشتوب الريدي مميزين جدا صراحة هيدا ألم أنا من الأقلام اللي أنا أصصه خلينا على الأصب اللي أنا جايبة كمان من لبنان هيدا الأصبه أنا جايبة من لبنان من جسر القاضي تحديدا أصصه بشكل معين ولازم تكون الشطب طبعه تقريبا فيها تكون 30 درجة حسب كل نوخط وهو دي ممكن نكون عم لقيهم بلبنان حسب ما قالت الأصب البلدي اللي عنا كمان بيشتغل في القصب الفرسي أو القصب الشرق أوسط يعني بسميه لأنه موجود بكل بلادنا هيدا هو نوع منه بيعتبر قاسي جدا وممتاز للخط العربي هلأ طريقة القص شوي بدأ مثل سكين خاص لحتى نقص القصبة بشكل معين ونشتبع من الآخر كمان لتكون نعمل شي فن بحد ذاته صحيح أنا بحب الأدوات يعني نوعا ما أنا بعتبر حالي ممتاز بالأدوات أكتر من الخط بصناعة الأدوات وبصناعة الحبر فهيدا القصبة ما فينا نشتغل بالمدارس نعلم لولاد الخط بس بالدفتر لازم تكون مع الدفتر لكل ولد قصبه لو محبرة مشتركة مشتركة بين كل تلميزان هيك ممكن يكتبوه صح لأنه إذا تعرفين مثلا العين كنا نكتبها بعض الأسادز يطلبوا منها أنه نسكرة نلونها ببعض المدارس فلاش بدنا نلونها؟ لأنه الأسادز شايفينها ملونة مكتوبة بالخط العربي هي أوتوماتيك اللي بتجي ملونة لما نكتبها بالريشة صح بس أستاذ محمود يمكن كلفتهم عالية شوي يعني كأدوات ممكن تستعمل أنا بقولك هيك كنت بس لما صرت صنوعا أنا بإيدي وصرت أهدي كمان كتير ناس منهم اللي بعرفهم ما عارفة مش شفتها أنه غالية كتير لأنه هي شغلتها للأصب أنه واحد يروح يلاقي محل في أصب يقطع الأصب ويقصه بس للأسف بالسوق عم يطلبوا فيهم أسعار غالية نعم هون بدك تشوف يعني كمان قدرت الأهل إذا أدري أنه يكونوا عم يتكلفوا صحيح لا هو إذا كان فيه فكرة مبادرة أنه بدهم يعملوا مشروع بمدرسة كبيرة أو كذا لا فيه ناس كتير ممكن تقدم هيدا الشي بأسعار كتير معقولة سعر الكلفة كما تشجع هيدا الفن وأنا من هو الأشخاص أكيد يعني نحن مع تشجيع الفن لأنه بالفعل هلأ أدهجتنا بهالأدوات يمكن كتار أشخاص ما بيعرفوا عنها بس بعد فيه شغلة قبل ما نخلص من الأدوات كمان هيدا محبرة قديمة من أيام العهد العثماني هيدا المحبرة مصنوعة من النحاس حلو تفتح هون كان يحطوا الحبر وداخلها من هون إن شاء الله تفتح معي بسرعة يحطوا الأصب فكانوا يخبوا الأصب داخلها ويحملوها كرمال ما يتكسر الأصب شيء مميز كتير حلو شوفوا أدهج كانوا يهتموا بالصناعة كرمال الخط العربي وآخر شغلة أو آخر شغلة عم نشوف معك خيطان خيطان هول خيطان هنه خيطان الحرير هنه بيصنعون من دود الحرير يعني اللي بتصنع دودة بس هوا دي مصنعين خالصين كمان نفس الشي فمنوضعهم بعلبة الحبر حتى ما ياخد الألم كمية حبري كتير كبيرة وصيري نقلة حبر فمنعب المحبرة بهاي الخيطان منحط عليها الحبر يتماسك الحبر مع الخيطان بصير لما نغطي الأصبة تاخد كمية محدودة لكتابة الحرير يعني إلا تقنية خاصة مفروض أكيد الواحد يكون بيعرفها صح وهيدي بنسميها بعلم الخط اسمها الليقة حلو نعم كل شيء كمان له اسم خاص أنا ما بدي فوت بالتفاصيل عقد الناس بس بدي بس أعطي فكرة عامة وآخر شغلة هو الورق المقهر الورق المقهر هو الورق المعالج اللي بنكتب عليه نعم بس مش الناشف بيكون مقهر يعني عليه مادة لميعة حتى ما يشرب الحبر ويفلش نعم تمام هو فيه منه طبيعي كمان بنعمله بالبيض يسنعه من النشاو وبيض البيض وهالأشياء خلطة أو بيكون بالمطابع بيعملوا وجهنا وكمان أكيد صارت كلفته كتير عالية اللي يدوي نعم اللي بالمطابع أقل شوي نعم حضرتك كمان مثل ما قلنا بالمؤدمة شاعر وصاحب كلمة كتير حلوة هون برأيك شو المشترك بين الخطات والشاعر إستاذ محمود حلا خليني أحكي شوي على راحتي تفضل فبقول هون إنه في البدء كانت الكلمة هاي أول شيء بمطلق من هون وبيقول ابن جني اللغة أصواتهم يعبروا بها كل قوم عن أغراضهم فالإنسان اخترع هيدا الصوت ليعبر عن أغراضه شايف الشجرة عم تعمل صوت الحفيف فاختاروا حرف الحق والفق للحفيف كمان سمعوا خرير الماء فاختاروا هالحرفين حتى الحروف بتشبه تمنى يعني لما نقول الميم هيدا إطباق الفم يشبه فم الميم الموجودة لما نقول الواو كمان شكل الواو مع المد تبعه كل الحروف بتشبه تمنى حتى الهق إذا بتشوفي بالنص بيكتبوها مثل شكل الرواية يعني قطاطين لأنه بتعبر عن لأنه الحرف الهق يخرج من الرواية دون إطباق أي شيء في الفم أو الحق أو الزلع لهيك لازم ننتبه عما خارج الحروف عنه صحيح صحيح فالحروف كانت للتعبير والشعر أيضا كان للتعبير فإذا أراد الإنسان أن يعبر في اختار الحروف ورسمها واليوم تفنن برسمها أنا فيها يكتبلك رسالة سريعة وتشوفها يمكن الخط ما تتقبليه بعدين لما إذا كتبت بخطي كتير حلو بالعكس يمكن تفرح فيها كمنظر قبل ما تقرية فالحروف لها جمالية وأنا بقول لها طاقة إيجابية ممكن تنعكس على الشخص مثل معالمة عم بتصحح لولا تخطه حلو ولا تخطه مش حلو هي بتقول من نفسها بدي أعطيها علامات زيادة لأنه ريحني وأنا عم صلح له هذا التعبير وأصلا الشاعر يعني بيبقى عنده إحساس عالي سيقدر يطلعوا بالكتاب بدي أقول لأنه كمان الشاعر عنده هالكلمات هلا فيها تكون الكلمات وصف الدواء ما فيها مشاعر وما فيها حتى بدي أقول صناعة بس لما بدنا نقول عن الشاعر لأ صار فيه صناعة صار فيه إسقاطات معينة صار فيه مفارقات محددة صار فيه خيال معين صار فيه تقديم وتأخير معين يعطي أهمية جدا للجملة يعني إذا حكينا نفس الجملة بطريقة مختلفة بيتغير كل المعنى إذا بس بدلنا الكلمات جوزيف حرب كتب لها لفيروس قول يا ريت منهم مديتهم إيدي وسرقتك هيا الجملة رائعة جدا مش بس لأنه حلوة لأنه جوزيف حرب قد مؤخر بالكلمات لحتى تطلع بهذا التعبير الحلو إذا ركبناها بالشكل الصحيح تطلع جملة عادية حلو يعني هيك منحس هيدا الشعور مثل ما قلت أول شي بالحب الرومانسية يعني حتى بالإحساس العالي مش مهم الكلمة المنأولى المهم الطريقة المنأولى فيها تختلف كتير حتى النبرة حتى شكل الوجه كل هاي الشغلات فالتعبير كان بالحرف أو بجمالية الحرف أو بالشعر أنا بشوف فيه شي مشترك كتير كبير بينهم حلو استاذ محمود اليوم برأيك ليش هيك عندنا حنين للخط الأديم ولهالقصص الأديمة صحيح اليوم أنا كمان مستغرب هيدا شي وأنا من الأشخاص اللي ماني خطات من أنا وصغير وحتى ما بعتبر نفسي اليوم خطات أنا بعتبر حالي هاوي للخط وبلشت التمرين من سنوات قليلة مش من زمن فلما شفت هيدا الفن وشفت أدواته جذبني المشهد كتير فحبيت أني جرب وبالفعل جربت وبالفعل حسيت أنه عندي هيدا الحنين بدي مرق هون شغلة كتير مهمة أنه بوقت فراغنا بوقت التعصيب لما نمسك الألم الخط العربي ونقعد عم كتبنا نكتب من نزل كتير من الطاقة السلبية الي موجودة بجسمنا لأنه شغلتها محبرة ورقة وقصبة ثلاث شغلات بس ممكن نقعد ساعات نهدي أعصابنا بهيدا الفن أنا بقول مش بس هيدا الفن كل الفنون ولكن هيدا الفن أنا بالنسبة لي لما أكون مش رايق حتى بروح بكتب بنسى كل شي بيلهيني عن التفكير بالمشاكل أو بالتعصيب كمان هيك حب أذكر أنه عم نشوف هيدا النمازج والكتابة كمان على قصص عصرية مثل الزيادة عن اللي قلناه مثل التاتو مثلا على الإيدان بغض النظر إذا نحن مع التاتو ولا لا كشكل ولكن عم عم نشوفه على الأشخاص أنا بشغلة بدبي كنت اشتغل مع ناس أجانب من اليوكاي وبريطانيا فالغريب أنه في سبعة أو تمانية منهم طلبوا مني يكتب لهم أسماءهم بالخط العربي تيدقوا التاتو على جسمهم بالخط العربي هلأ المفارقة الغريبة أنه مش عربي الشخص ونحن مرات منيعتبرهم يمكن ما بيحب يعني ما عندهم كتير ميول ميول تجاه العرب طلبوا مني سبع أشخاص وبالفعل فرجوني أنه دقوا هيدا الأسماء تاتو على جسمهم وكان بدونيها بالخط العربي يعني هون منحس أنه لقتنا عالمية مش بس نحنا عم ناخد منهم هني كمان عم بياخدوا منهم تخبرك شو قالوا؟ قالوا أنه لما نشوف الحروف حتى لو معرفنا نقرأها عم نحس شي بطاقة إيجابية لما نشوف هيدا الحروف فأكتر من شخص خبروني نفس الوقت رح نحكي عن هالطاقة ولكن قبل عندي السؤال سريع هل بتحس من زمان بالمدارس كانوا يعلمونا النسخ تنزبت خطنا صحيح العربي يعطونا نعم النسخ بالبيت ولكن هلأ هل عم بتحس بالمدارس فيه تدريب حول الخط العربي الصحيح أو فيه توعية للتلميز والجيد للجيد حول هيدا الموضوع ألا هون للأسف أنا بدي أقول الله يعين الأسادزي لا بس لأن الأسادزي منهم قادرين أو المدرسة أو الوزارة منهم قادرين تأمنهم المادة الأساسية المهمة بالنسبة للخط العربي والتلميز ما عم يتلقوا هيدا الفن بالشكل الصحيح لأنه ما عندهم هيدا الأدوات صح فأنا بشوف بالشغل اللي كنت اشتغل فيه كان عندي طولة خاصة بسمية طولة الخط العربي موجود نماذج للخط العربي موجود أصب مقصوص وجاهز موجود بعض المحابر لكل الطلبة اللي بيكونوا موجودين على هيدا الطولة وأنا موجود معهم لحتى أعلمهم كيف ممكن يشتغلوا فهيدا النادي اللي كنت عامله كانوا أكتريتوا أجانب كمان مرة جديدة فيه عرب وفيه أجانب يعني تخيل ايه أجنبي مسجل بنادي للخط العربي لأنه حب هاي الميولات تبع الحروف وأشكال الحروف فأنا بعتبر أنه إذا تقدمت إذا تقدم الخط العربي بالمدرسة بالطريقة الصحيحة بالشكل اللي ممكن يحفز الطالب أكيد من هون منطلق على خط حلو فيه شغلة هون بدي مرقة إنه مش ضروري يكون خطك حلو العادي لحتى تكوني خطاتة أبدا ممكن يكون خطك العادي كتير بشا بس إذا حبيت تعملي خط عربي هيدا الشي بيختلف يعني أنا لما أكتب عادي ممكن تشوفي خطة عادي بس لما بدي أكتب لوحة أو لو بدي أكتب شيرات النمازج بيانت عنا اليوم كنت بتشوفي أنه لأ في جمالية كتير كبيرة بهيدا الخط ولكن الخط العادي عادي يعني بنسبة له اللي بيختلف يعني كأني بفن آخر صرت حالو هيك بختم فكرتنا أستاذ محمود أدي بتحس مع هالأوضاع الضغطة اللي عم نقطع فيها اللي العالم عم بتحسها بدنا نحكي عن الطاقة الإيجابية والنفسية اللي بيأثر علي الخط كتابة الخط الأديم على الناس ممتاز أنا رح انطلق على أوسع من هيك رحقول اختر لنفسك هواية اختر لنفسك هواية شو مكانت هيدا الهواية أنا اليوم عم بحكي عن خط العربي بشكل عصري حتى مني عم قول أنه لازم تتعلم عند استاذه لازم يكون لا لا أنا عم قول اختار هيدا الهواية الحلوة ما رح تكلفك شي أصبه حدا يقص لكيها بالشكل الصحيح محبرة وورقة فأنا بشوف أي هواية يمكن تكون ماشي بالغابات يمكن يكون رسم يمكن يكون تجميع مقتنيات معينة كل هالأمور هيدا ممكن تنفس عن الضغوطات الموجودة فينا هلأ المتنفس الوحيد عندنا بلبنان باعتقد بالجبال ونمشي بالبرية أو نمشي على البحر أو نغير جو مع الأصحاب فكمان ممكن إذا اخترنا هواية معينة من الخط العربي وأنا بشدد على أنه يشجعوا أولادهم يجربوا يجيبونهم ألم لو هيدا الموجود بالسوق المشطوب يجربوا بالبيت وميئسوا من أول مرة بتاخد وقت الخط العربي يقوى بالتمرين ويضعف بالإهمال يوم عن يوم شهر عن شهر ممكن يصير هيدا الولد أو هيدا البنت خطاطة وتصير هيدا هوايتهم ومنعه وبالعكس شرف كتير كبير رح يفرحوا في قدمه كتاباتهم قدام أصحابهم يعني نحنا بدنا نقلهم يوم للمشاهدين عبروا عبروا حكوه من خلال الكتابة العربية لأنه كمان التعبير هو جزء من هيك الراحة النفسية إذا ما نقول ميئ بالميئ لأن أنا شخصيا عملك عم بحكي عن نفسي عن تجربتي لما أكون مش رايق وروحها مكتبي بأخذ ورع وقلم وبكتب مصساعة بهتا كاني أخذ حبة عصاب الشاعر والخطات أستاذ محمود أبو حمدان بنا نشكرك نحنا من قلبنا لليوم بالفعل هالفقرة يعني هيك عطيتنا قيمة مضافة شكرا لوجودك معنا وأنا بشكركم بتمنلكم كل الخير شكرا مشاهدينا نحنا رح نتوقف لبريك صغير ورح نرجع نتابع مع جوفنا خليكم معنا